الأسرى أو الرهائن هناك رد على ما قلت حضرتك الآن من رئيس محكمة العدل الدولية حضرتك تقول أن ليس هناك ما يثبت أن إسرائيل قامت بإبادة في قطاع غزة محكمة العدل الدولية ورئيس هذه المحكمة وهو طرف محايد فيما يحدث يقر بأن ما حدث كان إبادة جماعية يمكن أن نستمع إلى مقالة الوضع الإنسان يفر فح كارثي بعد أسابيع من القصف الإسرائيلي الذي تسبب في نزوح الآلاف وأصبحت ثلاثة أرباع القطاع غير قابلة للعيش المحكمة وجدت أن ما قدمته جنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة يثبت طورط إسرائيل في جرائم إبادة جماعية ولا بد من حماية الفلسطينيين منها سيد إيلي هذا هو رد رئيس محكمة العدل الدولية على ما قلته الآن وأنا عندي رد لهذا الموضوع نواف سلام معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل وهو لبنان الأصل ولبنان تخضع لحركة منظمة حزب الله وهو كان عندما كان ممثل لبنان في الأمم المتحدة كان يوميا يكتب شعارات ويكتب انتعادات هذه الاتهامات لرئيس محكمة العدل الدولية بالتأكيد ليس موجود ليرد عليها وبالتالي سأقوم بهذا الدور لا يجب الآن توجيه هذه الاتهامات تحت دعاوة معادات إسرائيل اسمح لي